دشان الوكيل المساعد لمحافظة شبوة فهد الطوية لفعاليات ورشة العمل في مجال بناء القدرات لمأمور الضبط القضاء بالمحافظة والتي تنظمها منظمة مدرسة السلام بالتعاون مع مؤسسة فريديش إيربيت للمالية ويتلقى في الورشة عشرين مشاركا من منتسبية الأمن في مختلف مدريات شبوة جملة من المعارف والعلوم القانونية والأمنية والمهارات الذاتية المطلوبة يحل النزاعات وأشهد الوكيل الطوية سليبي أهمية الورشة منوها ببرنامجها التجريبي والتعليمي لافتا بدورها في تعزيز قدرات المشاركين